هنا بحاجز للشرطة العشرات من السيارات جرى إيقافها والسبب وضع الشريط اللاسق المعتم ومع ذلك فكثير من الجزائريين يطرحون تساؤل المفاده لماذا يمنع القانون لسخة تأتيهم هدف المشرع من هذا المنع أن هذا الشريط أصلا يحد من الرؤية الواضحة على جانبي على الزجاج الجانبي الأيمن والأيصر وكذا الزجاج الأمامي وبذلك يشكل خطر على السائق في حد ذاته بالإضافة إلى العراقين التي يمكن أن يسببها بالنسبة للفرق الأمنية الراجلة أو الثابتة في حالة التفتيش الأمني للمركبات الاستعمال شريط بلاستيكي يعتم زجاج المركباء في سوداسي الأول من سنة 2017 رصدت مصرح الأمن الوطني 1575 حالة وفي سوداسي الأول من سنة 2018 21781 حالة يتحجج هؤلاء الشباب بعد إيقافهم من قبل عناصر الشرطة أن الدوافع تلوين الزجاج بمواد تعتيم يعودوا إلى الرغبة في السطرة الزينة أو التفاخر رغم علمهم بالموانع القانونية والله أدرت على جهر الشمس بركة أنا على جهر القيلة بش ما تحرقنيش هذي داروا لي ديجاب روسي قبل في السطيف و هو عنده بلك بلك يطلقني بلك مخالفة في الصيف مليح بس كين فيمي من فيمي أنا مدير فيمي أمريكا فيمي أمريكا هذي ما يدخلش سخانة بزاف وأنا طلب بلتاعي ألمون مشي مخدومة السخانة هذي اللي عايشين فيها احنا في الزائر والله سي مراني بروتيجي سيرتو كين يمديرو في لفون باشي بروتيجي طلب لودبورك دايم فيمي عاكذاك شباح نديرو شباح وخلاص على بالي ممنوع ونديرو وبابا يضعي تلفية عليه وما نحيتو بين التباهي بوضع هكذا شريط ومنعي القانون لذلك تلقى الظاهرة رواجا كبيرا لدى الشباب خاصة في فصل الصيف